يعطيكم العافية مسلا نبلش بدرس استثمار المال شو يعني انا استثمر المال اللي هو انتفع فيه بما يعود بالنفع والربح الي عشان المال اله اهمية في حياة الفرد وبتعامل الناس مع بعضها في عمليات الشراء والبيع لازم انه انا استثمره واستخدمه بطريقة صحيحة مش انه انا اجيب مالي واصرفه هون وهون لا لازم اعمل فيه مشروع اشي بيعود علي بالنفع والربح فهون مس عندك تعريف ايش استثمار المال لنعرف شو يعني دخل الدخل عبارة عن مقدار ما يحصل عليه الفرد من مال هلا انا مثلا بشتغل اكيد بمكان رح اوخذ مصاري هاي المصاري بسميها دخل فهو عبارة عن ما يحصل عليه الفرد مقابل ما يقدمه من عمل يجب انه الانسان شو يستثمر الدخل ويستخدمه بشكل صحيح بما يناسب ايش متطلبات حياته اليومية هلا انك تخطي يازم انك تخطط للمصروف الشخص يومي او اسبوعي للمصروف يومي او اسبوعي او شهري ليش عشان يتدبر الانسان حياته اذا انت بتاخد راتبك وبتصرفه اول يوم اخدته صرفته تاني يوم انت كيف بدك تصرف طول الشهر فما بيزبط لازم يكون في عندي خطة مالية اما بمشي عليها طول الشهر او الاسبوع او بيوم بيوم ما بيصير هلا مصادر الدخل عبارة الها انواع في عندي مصدر ثابت الي هو من خلال خدمة العمل وغير ثابت من الارباح الي بحصلها على خدمة رأس العمل يعني انا بشتغل بوظيفة من الساعة نحكي ستة للساعة ثلاث باخد عليها اجر هاد بسميه مصدر ثابت اذا انا اشتغلت فرضني زيادة اضافي من الثلاث لساعة خمسة واخدت هاد بسميه ايش مصدر او ربح غير ثابت يعني ممكن انا اشتغل اضافي اليوم ما اشتغل بكرة كيف اخطت هلا بيحصل الفرد على دخله من مصادر عدة وبينفقه بطرائق واوجه حسب اولوياته كل انسان بنفق حسب اولويته بالحياة هلا يعني ممكن كمان الانفاق يكون حسب دخل الاسرة من دخل الاسرة لا اسرة بيختلف هلا طبعا بدنا نعرف انه مصادر الدخل طبعا هون هاي مثل الانفاق حسب دخل الاسرة يعني انا كل شي بحكي موجود هلا بتتعدد مصادر الدخل وطرائق الدخار المال حسب كل واحد وكل انسان دائما اي انسان بالحياة بيحاول انه يحسن من شو من معيشته ويوفر حياة كريمة اله ولأسرته هلا ممكن الانسان كمان انه يحقق اهدافه ويحافظ على المال ويستثمره استثمار ناجح انه يكون يقدر اهمية المال في ناس ما بتقدر اهمية المال اللي بتصرفها على اشياء ما بتستفيد منها هلا اذا انا قدرت اهمية المال وانفقته بشكل صحيح واستثمرته بطريقة مفيدة رح يحقق لي توازن بين ما بيجمعه وبين اللي بينفقه هلا شو الاهمية ان اعمل اهمية تخطيط للانفاق طبعا بيحدد الارادات الشخصية وبيوزحها على وجوه الانفاق منها بيأمن لمرحلة الشيخوخة يعني فيه ناس ما بيكونوا مشتركين بالضمان الاجتماعي او بالتقاعد فبسيبهم حالات عجز مبكر يعني بنصابوا بامراض او اعاقات او انه بطالة ما بيستطيع انهم بنشتغله فلما انا اكون يعني مخزن مبلغي من المال منيح فهذا الاشي لما انا ما مش مشترك بالضمان وعندي امام بشتغل وعندي عجز فهذا الاشي بيكون منيح الي مساعدة الابناء في دراستهم وبحياتهم بوفر الاتمئنان النفسي لانه طبعا انا لما ادخر المال الشخصي فهذا الاشي بيكون منيح بس سد احتياجات ايش الاسرة اكيد انا بعمل على سد احتياجات الاسرة وبرفع من معيشتها وبمتلك سيارة وشقة هلا من الاشياء اللي انا لازم اراعيها قبل التسوق لازم احدد الاحتياجات الضرورية ولازم انا اكون عندي معرفة معرفة الاسعار قبل عملية الشراء ولازم اني احرص على انه استفيد من اي مبلغ مالي بحصل على العدية الهدايا النقضية هدول لازم استفيد انا كلهم منهم ولازم استفيد من العروض التجارية اللي موجودة عندي لهون يا ميس بكون انا خلصت الدرس يعطيكم الف عافية يا رب بتمنى انكم تكونوا استفدتم ترجمة نانسي قنقر